السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا واحد سيد خدام أساس في مدينة وجدة هذا الأساس كان خدام حاضي شديد بواته في الخارجة على وجدة في طرف المدينة المهم في بداية الأولى بالصباح يتلقى خدمة ويمشى في حالة هذه العساسة يلمح من بعيد وفي الضلمة في هذه البلاغة لم يكن مضوية مكان فرق الضوء لول من بعيد يلمح بشيحينة 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 بشيحة توقفات الضوء هنا يقول لن يتوقف على خدمة المشيحينة وبشيحينة ولا تقوم بشيحينة بشيحينة وحل الشاحنة ونزل شي حاجة ارمانة اما اولاد بالفراج ما هو هذه الحاجة؟ هو ما جاء في ان يوصل الى البلاسة في ان كانت واقفة الشاحنة لحتى الاخر غادر المكان يعني يمشأ في حالتهم ما قدر يجبد لها النمر ديال الطموبيل يعني شاحنة لهم ولا يلمحوا كدير او لا كيف عامل ما عرفتش حاجة ولكن الاهم من الشيء كامل انه وصل الى المكان في كانت متوقفة الشاحنة كي يلقى هذه الحاجة لارمانة وليس الكامل ايش نورمان ارمانة بشرية جدا للبنت واحد الفتاة في العشرينهات من المرضيها يعني الان تلاتين عامة بحرماكاك موهم ما بين تلاتين وثلاثين وثلاثين عامة بحرماكاك مقتولة مرمية مقتولة وهي ملفوفة وصل واحد وحد توب او لا يزار او نش حاجة بحرماكا تخلع هذا العساس تخلع هذا الرجل وشاك يعلم البوليس البوليس كيعرفوها الساس فلان الساس حاجة من العام وجوا معه لها المكان جوا معه افراد ضيم ومحنة كي يطالح لهم في النيت كينة جثة بشارية علموا النياب العامة جاهز فرقة الشرطة القضائية جاهز فرقة مصرحة الجريمة وبدأوا المعاينة الاولية لديهم الاساس قال كما قلنا احنا لكم كامي قال بانه كان بعيد على البعصة في انترامات فيها الجثة يعني هو كان الساس وكما قلنا نرى بعيد على البلاسة التي كان وقف فيها شاحنة كي يشوف على مرمى العين ما قدرش يلمح طوام بي الاولادة الكاميونات اشمل النمر احاز او العراج اللي ينزل شكونها هو او الملامح دياله كديرا المهم كي يبال لي شخص نزل ارمى هات الشيادة وصعه في اهرب ما جا في ان يوصل على المكان لحتلقى الاخر اهرب هات الشي اللي قال في المحضر دياله واتقوا ليه وكما قلناه ورا معروف عند السلطات الامنية طوام بورش الكبير فلا مرمى يكدب مواله صافي ومشى في حالاته لكي الجثة ديال منه الجثة هذي من اللي كي هزوها البوليس او الشرطة العلمية ديال المساودة البيدي الاموات وبطعف الحال من نساش نقول لكم بانه ومشيطه المكان ديال بالصح الاطر الوحيد اللي لقاهوا اطر تاع واحد شاحنة صغيرة كاميونت نص الاوصاف اللي اعطى الاساس رفعوا الى الاطر دياله او العجلات اللي كانت بقى مرسومة في ديال البيستة كانت غير اضطراب والعجلات تبقاهوا واضحين وبينين دالوا لي مقالب ورفعهم لا ربما يقارضهم بشي عجلات اخرين في اطار الابحات والتحقيقات ايديالهم ما يقارب تيش حاجة اخرى والو تقول شي حاجة اخرى البنت كانت لابسة ملابسة دير الدار عادية حسب معين الطيب الشرعي ملابس دير الدار هذه مقتولة في شدار هذه البنت تريد ان يعرفوا الهوية ديرها يتحرم مع انها لها بطاقة تحويلة لابسة غير حوي جاتا ولكن من اللي يريد ان يرفعوا البصامات تلقاوها بان البصامات الدولة مضمرين يعني لقاعتلك اعرفها شنو تيدير اعرف بان البوليس الى وصلوا الهوية المقتولة او لهذه الفتاة سيسهل عليهم الوصول للقاتل او المعنى اصف لقاوها طريق من يوصلوا القاتل بصامات مضمرين وبالتالي لم يقضروا الوصول الهوية لابنت كثافة انهم يرفعوا الى وحدة صورة كانت بين انها مازالة مقتولة غير في ذلك او لا بالليل او لا شيء لا يوجد واحدة الساعة كبيرة قدوا شعرها ووجهها ومسائلها ودروا له وحدة صورة اخذوها لها الطبيب شعرها اخذوها مقتولة بالسم السم تناوله في عصير او مشروب لا يوجد شربات او مناضع او عصير ومدورة فيه واحدة كمية كبيرة على السم هي التي تصبحت لها في الوافات هذا ما قال الطبيب الشعرية وفي علانية تقريبا احنا نجد تقريبا خمسة الصباح بحسب ما شاهد العساس وابلغ البوليس هي ستكون توفات مع جوي هذي كمية تمني دي العشية بحسب المركب الآن قالوا انشوف البنت هذي سيقلب على شيء واحد مدام احنا ملقى هناك البصامات انشوفوا شيء واحدة شباحة لفائدة عائلة في وجدة قلبه وعينه وشافه للأسف الشديد هذو كل الناس لديرين ابحاث لفائدة عائلاتهم كان المضرره اختوك المضرره بنتوك المضرره ملعط وماتلال معرفة شوين مشات جابوهم ما كانوش بزاف كانو قلالين شافوا الجده ولكن قالوا ماشي هي ماشي السيدر حتى نقلبه وبالتالي هذي البحث ذا كانوا يخرج خذوا الصورة دياله وعموها على المنطقة كاملة محليا نوجي هوين وما الى ذلك ووالو هذه البنت ما تعرف عليها تشي واحد وتشي واحد ما قال بانني شمسة منطقة او بيش عايشة نقلب البوليس بانها غتكون هذه البنت هذي ماشي بنت وجدة وانه بنت شمدينة اخرى عموا الصورة دياله على الصعيد الوطني ولكن بدون جدوى وبلا فائدة بقاتل جدوى بدون معرفة الهويدة الاولا بدون معرفة القاتل ثانيا اللي حتى قد دوس اربع سنين اربع سنين على وقوع الجريمة اشنو غدا يوقع غدا جي واحد السيدة مقيمة في الديارة الفرنسية وساكنة في مدينة تدوان ولكنها مغربية بالطبع الحال جاءت لمدينة تدوان جاءت عند البوليس كتبلغ على اختفاء واحد السيدة كتجيها بنت اختها اشنو غدا قد قل في الرواية دياله قلت لما سيدي انا عيشة في فرنسا جوجة وعندي ولداتي تماما عيشة مقيمة شحمة نعم تقريبا نرى واحد العشرين عام بحلمكك او ما يزيد عليها مزيد خليت اختها هنا خلت كانت مزوجة وعندها جوج ووليد واحد اسمته قاسم والبنت قاسم الكبير والبنت هي الصغيرة اسمتها ياسمينة مزيدا خلتها قلت لهم توفت شوية تبعها رجلها توفت يعني خلاوا الولاد غير بوحدهم من الولاد الرغبة شابة قاسم و ياسمينة ووجوجهم مزوجين موالوا وعيشين غير بوحدهم في الدار مزيدا وهي حمل عام ما بقعت جاءت نايا المغرب من اللي جاءت دابايا مشيت تشوف ولاد اختها من اللي مشيت تتفاجئ بأنها قاسم بوحده هو الكين او من اللي سولاته الاخته في نايا قال لهم او لقال يعني كتجي خالته وقال خالته بأنها رأيها مشات ما عرفها شو مشات او ما عرفها شو مشات يريد ان نقلب عليها يريد ان نبحث عليها ووالوا كتقول السيدة تجاهت عن البوليس كتقول لي انا كنقلب عليها ابن سختي ياسمينة وزيدوه انا كنشك في اخوها انا باللي حضراته ماشية هاليك وحضراته من طابقه اخته يقول لي بأنها هزات حواجه ومشات هذه الخطوة هي لماذا تمشي علاش هي عيشة معه هوا يو نورمال مولي هو اخوها مفترض منه انه يحميها والداري الوالدين لماذا تمشي علاش ماذا يعني هذا ما يريد ان نقول لكم احنا البوليس داروا البحث مصطفى هذا القادية يمشى وصولوا الدري يعني القاسم قال لي ماذا قال الخاسرة هو الكين السيدة يعني اختي انا اختي ما اني ما يبقى في الحالة راختيتها ايايا ولكن راها مشات قال لي ام اشوف في مشات ما عارت مهم هزات حواجه ومشات قلبه 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 هذه البنت تقريبا واحد اربع سنين وهي غابرة متوارية على الانظار واحد ما عارفها في مشات مهم هزات حواجه واحد نار ومشات ما عليناش بوليس ما عدم تشعجه من يدخلوه ولكن هما باغين يعارفوا البنت في مشات لان خالته او خالته او خالت البنت دابة اللي مخصفى اسمتها اسمينة كتبولي مودي بنت اختيرة ما حمقه ما مصطيه ما وقعتش مكروه ما يمكنش تغادر الدار غير هكا بدون سبب هنا اشنو قالوا معروسم قالوا غادي يكون واقع ليش مكروه او ليش حاجه او ليش حاجه غادي نقلبوه على دوك الناس اللي لقينا جوزة ديالهم او ليش حاجه 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 دار واحد المذكرة فهتصلد تلقات واحد جده اللي كما قلناها دارة بع سنين ديال واحد البنت تلقات نواحية وجدة مشاو قالوا ليشوفي يعني كهضره من الخالد غادي نوريك واحد الصورة اقولي واش هي بنت اختك او اللي لقيتلي مرحبا وروا الصورة كما قلنا ومارخ دولة الصورة من الله تلقات مقسولة كيف شافتها تعرفت قلت لهم هادي هي بنت اختك هادي هي اسمينة ما يمكنش هادي هي بنت اختك قالوا شوفي بنت اختك اللي كانت هي هادي اراها قيناها مقسولة وجنب الطريق تخرج تعملين توجدها قيناها تمنا يتقري من 14 سنين هي نفس المدة اللي يقول السيد خرجات او مارجعش ذا بصافي بنت جريمة القتل بان البنت رهت قتلات والمشكوك في الامر دياله والحساب الدعاعة على الخالق والحساب الشوكوك والدونة على البوليس هو هو الوحيد ما فيهاش جاوي دخلوا عنده الدار اختي اختك في مشات ما تقلب؟ لم يتقلت ما تقلت بان اختك خرجات و مارجعش والله و علامة وقال لهم امشات الامارات كيف هاش امشات الامارات؟ اه امشات الامارات ده بشير 4 سنين وامشات وخلاتني و نعيز معها قلت لها بقيا و لكني لم يتقلت قلت لها بقيا و قلت لها هنا البوليس دائروا واحد دائروا يقاب ان البنت اولا مع مرق غضرات التراب الوطني وزيدون هي اصلا ما عندهش باسبور ما عندهش باسبور ما عندهش جوى السفر كيفاش ستسافر ما عليناش هذه الكذبة اللولة الكذبة الثانية انهم اللي مشاوثوا لعائلة ديالها على حساب مهم دكال الخالة اللي وصلتهم لعائلة ديالها في الفيلاج و ما الى ذلك الامام والاقارب قالوا كاملين باننا وفعلني تقاسم هذه 4 سنين بحلما كاك رجاء عدنا الاروبية رجاء عدنا البادية و قال لنا باننا رخته و را توفيت مشارة الامارات تماما و توفيت الاسف الشديد و دار العزاء و الزيناء و كل شيء و اخبرنا باننا را بقب وحده رخته توفيت يعني كل واحدين يقولهم هادرة عائلته قالوا ما بدها توفيت في الامارات البوليز قالوا را را مشارة الامارات خالتوا من جاء تقلب لها قال لها بدها و هو يجهق و مشايت معرفة شو مشايت السيد كيدخلو خرج الحضرة خرجوا البوليز برا و لا يجرى لهم و ما يجرى صناح الامارات يقولوا لي اشترك لدينا يقول لي هاد الامارات قبل بالان باب عن الشركة نتعجل الطائلات و فرق على لغيسة طاقه ما يجرى يقول لي على انتاق و المشبه فى رقم واحد غير تعرف احسن لك انا هو المبغيش يزار شاهده اذلك الاطر اللي هزول مرة اللولى قارنه بيد الشاحنة ان يلقوه مطابق عايته اذلك الاساس شاهد الشاحنة قل لي ومتقدر تكون هيا يمكن تكون هالشخص هذا مباكد شوى لكن سيكون هو مزيحين احنا بانه هو سيدرة شاحنة اختوق هذي كداب انا هو مول فعله ما فيهاش صار بقى يدور عينيهم بعد ما زيروا البوليس اهو يعترف ايش نقل ليهم قل ليهم انا مليت وفاة الوالدة بقعت عندها الدار انا اختي انا مكتلها مزوج الوالو هي عيشة معي انا كتخدام في ذلك الشركة على خير وباخير واحد المرة المرة جاءت عندي وقلت لي خاصة نبيعها الدار نبيعه كل واحد نبيعه كل واحد ياخد الحق ديالو ويشور شنو يدير بيه انا قلت لي هلا نبيعها قلت لي هلا نبيعها نقسمها وإلا غدي يمشي المحكامون ونقسمها قضائيا وكل واحد ياخد الحق ديالو انا بريد مشروع ديالي بريد مشيه هنا بريد مشيه هنا بريد مشيه هنا بريد مشيه هنا فكرت تعييس قلت هذه غارت بريد العراسيه وضعت على الوليين بريد مشيه قلت هذه خاصة نصفى لها قررت نصفى لها قلت Julie تسينا الغير لوقت المناسب وذلك جاءت فرصة تأخر شريفة سأخبر لها سافارية المجال لتسينا ولو انا خبار ومهار ومجال قلت لها قلت المجال هذي تحصل كبير من أجلس السم وجاء دار تأخذ لك وتحصل قلنا نصوب الكهر العوية صعر صعب عاصر و دار فيه السم أعطيها لها ومهم قاكت السنفة لحتى ماتت على خطرة مالي ماتت تأكد بأنها ماتت بشأن مهم هو أصلا ما كانت هزم على بطاقة هولة ولا كانت لابسة غير حواجه على الدار خلاب حل مؤكد دار في واحد اللي زار وخرجها و الكامل مترا قدام البيض دار في في ذلك الكامل وتعال الحم نقل اللوحهم طيب الحلوة كانت جايب معها السلعة كانت شركة صيفتاته يلوز الضاع والأول يشد الطرق المهم دارها تم ماء تلاجة وكل شيء وشطرها غادي غادي الوجدة أو في الدخلات عوجدة وباقي ما دخلش لها رام رام اليمن ودخل هذا الخلاب يجب اخته لاحة تم ماء هو يميتة ملفوفة تم ماء وقبل هذا الشيادة قد نسيت ما قلت لكم بأنه دمر لها البصامات دولة في الدار دمرهم لها باش البصامات ما يتعرفوش والهوية بتالية ديالها ما تتعرفش ما ليناش أرماعة تم ماء هي فجدك العساس شايفو من بعيد ولكن ما قدرش يحدد الملامح دياله ما قدرش يحدد المطرق بلتاع طموبيل زياد حادث ودخل فالرقص العديد ورجع عادي كأن شئ لم يكن وصافي واحد اللحظة شيع في الدرب وفي الزنقابي أنه ختم شاة الإمارات وكذا كذا وحد اللحظة مشى عند الفيلاج العائلة وقال لي ما بدي راختي مشى عند الإمارات وتوفالت تماعية واخد العزاء وبقى عايش غير بوحده ولكي لم يتعرفش للحساب وأن خالته ستسوي عليها قال لي هارا صافي غبرات خرجات معرصات يشكت فيه جاد كتعلم البوليس وبانت الكذبة دياله الكبيرة هذا السيد قاعة الخطو على ود الورد طمرة فاتق الدار صفها الخطو ما علينا تقدم العادلة وتحكم إليه بالمؤبد ها انت على دار لخطو لا تشعاجة هنا هيا غدي تقدم العادلة كما قلنا تحكم بالمؤبد وهذه النهاية الحلقة اليوم كانت منها تنال الرجل والله يرحميكم الوالدين على الحسنة ومتابعة ودومتم اوفياء القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته